موسيقى تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي اليوم بمواصلة طريق الإصلاح حتى وإن كلفه ذلك حياته ورحب لعبادي بموافقة مجلس نواب العراقي بالإجماع على الإصلاحات الحكومية والبرلمانية التي أقرها تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب الشارع العراقي المزيد في التقرير التالي وفق البرلمان العراقي بالإجماع اليوم وكما كان متوقعا على حزمة الإصلاحات الحكومية التي أقرها قبل يومين مجلس الوزراء في مسعى الامتصاص الغضب الشعبي المطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات المتردي لسيما قطاع الكهرباء كما أقر البرلمان ورقة إصلاحات إضافية مقترحة من رئيس البرلمان أسامة الجبوري تشمل سلسلة خطوات أبرزها إقالة النواب الذين تغيبوا عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد وتقييم أداء رؤساء الجان البرلمانية وتقليص عدد الحراس المخصصين لكل نائب من أبرز الإصلاحات التي قدمها لعبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحد من المحصصات الحزبية والطائفية في المناصب العليا وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتبينت ردود فعل السلسة العراقيين على ورقة العبادي الإصلاحية بين مرحب ومشكك وأولى الردود جاءت من رئيس اتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي إياد علاوي الذي اعتبرها تجاوزا للدستور محددا للعبادي ثلاثة أشهر من أجل تنفيذ الإصلاحات وأكد علاوي على ضرورة التحقيق في صفقات فاسدة وطالب بإنهاء المحصصات الطائفية من ناحيته وصف نائب رئيس الوزراء صالح المطلق محاربة الفساد بالمهمة الصعبة بسبب استشراء الفساد في كافة مؤسسات الدولة واعتبر المطلق إن ملف التسليح العسكري أول ملفات الفساد التي يجب معالجتها دعيا إلى تشكيل لجان غير حزبية للتحقيق في عمليات الفساد حراك حكومي ونيابي وديني يطالب بمحاربة الفساد والمفسدين جاء استجابة لمطالب الجماهير العراقية التي خرجت إلى الشارع في مظاهرات عارمة عامة المدن العراقية تطالب بمكافحة الفساد ومحاربة الفسدين وتحسين الخدمات العامة تحرك الشارع الصاخط على ترد الأوضاع يشي بربيع عراقي جاء بعد أن ذبل في جواره العربي